غنات الجزيرة تنشر مقاطع عن كيف أن الحمساوي يحمل أسيرات الإسرائيليات ويخفيهن في الأنفاق ويخرجن دون أن يصبن بأي مكروه قالت الأسيرة الإسرائيلية المحررة حين جولجتاين أن عناصر حماس كانوا على استعداد أن يموتوا في سبيل حماية أرواح الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة كان هناك خوف من أن يتلقوا بعض التعليمات وربما في النهاية سيقررون قتلنا وكنا نسألهم ذلك أحيانا أيضا فيقولون لنا سوف نموت نحن قبل أن تموتوا إذا متنا سنموت معا يا أخي حتى القطة وكلبة الفتاة الإسرائيلية تخرج بسلام ايه سلام شيء جميل جدا في غاية الإنسانية سؤال للحمساوي متى تعملوا هذا الشيء مع الغزاويات؟ لا الغزاويات هذا ثمن الحرية لأننا بعدها سوف نقبض ثمن الحرية ونبني به أنفاق حسب روايتهم يعني ونبني 500 كم أنفاق تحت غزة يا سلام لو تزيدوا 50 كم إضافية وتبنوا أنفاق تحت إسرائيل لأن الغزاوي يعاني كثيرا حتى يصل للدفة الغربية ويليتكم أيضا كما تدخلون السلاح تدخلون قليل من الأكل الغزاوي أو تدخلون الدقيق والخبز مثلما أدخلتم قاسم سليماني لغزة هي غزة محاصرة وليمكن أن تدخل حتى قطعة خبز واحدة بدون إذن إسرائيل فبالله عليك يا هني وإنت داخل خارج على غزة جب النكيلو بطاطا من قطر المطبع واحذر أن تكتشف إسرائيل التي تبحث عنك بأنك موجود في قطر المطبع وليتكم أيضا عندما قمتم بطوفان الأقصى ودخلتم الأراضي الإسرائيلية بقيتم فيها وحولتم الحرب داخل إسرائيل لكن معلي اشتعلت خبى تحت أمي وأختي الغزاوية وحمي الأسيرة الإسرائيلية والقطة الإسرائيلية طوفان الأقصى في غزة وفيلق القدس في العراق وأنصار بيت المقدس في سيناء والحوحو يحارب إسرائيل في باب المندق والقسام يدافع عن غزة تحت بيوت الغزاويين لكي يحمي قطة فتاة إسرائيلية نحن نحمي شعب غزة لكن يموت الغزاوي ولا تموت الإسرائيلية لكن تخليك من كل هذا شوف أبو عبيدة شوف شوف سباب أبو عبيدة شوف حركاته شوف كما نحن بحاجة لقدوة وشوف الشعوب يسلم شوف الشعوب المناصرة لفلسطين شعوب تناصر فلسطين بأغاني ورقص وتسب عرب آخرين لأن غزة تقصف وهم يرقصون والجزيرة تنشر لك مقاطع كيف أن الحمساوي انتصر بعد إبادة غزة وبعدها تقول لك الجزيرة والله لم ننتصر ولا شيء لأن العرب خانونة وعرقلوا الانتصار وتعمل لك تقارير عن المداخل وخيانتهم للأمة ينسيك في كل هذا وبعدها تقول لك الجزيرة استنى استنى خليك من غزة الآن تتوقع أين جثة خشق جي وأنت صح أين جثة خشق جي تال يا مدخلي تال 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 بحرب الجبان ترجمة نانسي قنقر